إذن نستقبل المحلل السياسي لأستاذ الدكتور محمد العمراني بو خمزة دكتور أهلا وسهلا بكم معنا إذن سيد دريس شطو قدم أمام البرلمان تقريره الذي تحدث عن اختلالات في المؤسسات العمومية التي افتحها طبعا القضاة كيف تنظرون إلى هذه الاختلالات؟ وفي الواقع أن هذه الخطوة هي تندرج ضمن التحولات الكبرى التي يعرفها المغرب في مجال المراقبة والمساءلة في نفس الوقت فبتالي خضوع مجموعة من المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات فهذا ينم عن كون أن مسألة المساءلة هي قائمة وإن كان أننا نلاحظ أن هناك تحول على المستوى فيما يخص مراقبة المجلس الأعلى للحسابات بحيث أنه لم يعد يراقب فقط الجانب المالي لأنه بالرغم أن نعتبر المجلس الأعلى للحسابات محكامة مالية ولكنه في نفس الوقت أصبح يراقب حتى طريقة التدبير لأنه يتندرج في الشق المتعلق بالحكامة بإعمال مبادئ الحكامة كما يمنصص عليها في الوثيقة الدستورية لذلك في الكثير من الأحيان قد نلاحظ على مستوهات الاختلالات التي لاحظها المجلس الأعلى للحسابات في المؤسسات والمقاولات العمومية هي غير موجودة على المستوى المالي بمعنى أن هناك التزام بالمقتضيات المتعلقة بالمجال المالي ولكن على مستوى التدبير فهذا الأمر جديد لأن ما يلاحظ أن في السابق كان المجلس الأعلى للحسابات يراقب بالوتائق وينظر في مدى التزام وتطبيق القانون المتعلق بالمجال المحاسباتي الآن على قضاة المجلس على الحسابات لانتقال إلى هذه المؤسسات العمومية للتأكد من مدى صحة تلك الوتائق وكذلك الأعمال التي تم إنجازها بالإضافة إلى ذلك فهناك أمر آخر وهو يتعلق بمدى فعالية هذه المؤسسات ولاحظنا أن في هذا التقرير كان هناك بعض الملاحظات المهمة وللأسف الشديد أن أحيانا نقول أن التاريخ يعيد نفسه المغرب ارتكب أخطاء في السنوات السبعينيات من القرن الماضي عندما كان هناك تضخم في عدد المؤسسات والمقاولات العمومية تضر فيما بعد إلى التخلي عنها عن طريق قانون الخوصصة الآن يلاحظ المجلس الأعلى للحسابات أن هناك عودة إلى هذا العدد أو تضخيم عدد المؤسسات والمقاولات العمومية كذلك أن هذه المؤسسات والمقاولات العمومية هي بعض الأحيان تعيش بعض الأزمات وهذه الأزمات هي مرتبطة بالسياق العام للاقتصاد الوطني طيب دكتور هناك الآن تحريك للمتابعة القضائية لـ 46 مسؤولا ولكن هذه التقارير لا تتبح دائما هذه المتابعة القضائية كيف تنظرون إلى هذا المسؤول؟ لا يجب أن نميز هنا بالنسبة للمتابعات هناك الجانب الجنائي وهناك الجانب المتعلق بالتدابر المالية أو المقرارات المالية أحكام صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات فبالتالي أن الشق المتعلق بالجانب الجنائي فهو الشق الذي يقوم المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجيوي للحسابات بالإحالتها على وزارة العدل وهنا تبدأ مسترى أخرى ويتدخل على الخط وزير العدل والحرية ثم هناك الشق الثاني والمتعلق بالمخالفات المالية وهنا يمكن للمجلس الأعلى الحسابات أن يقوم بإصدار بعض المقرارات والأحكام في هذا الجانب ثم هناك الشق الآخر يجب أن لا ننسى أن الجهات التي يقوم المجلس الأعلى بالحسابات والمجالس الجيوي الحسابات بمرقبتها لها وضعها الاعتباري لأنه يتعلق الأمر بنخب تدير مؤسسات عمومية وكذلك هناك بعض الشخصيات المنتخبة لها موقعها ووضعها الاعتباري فيدخل في بعض الأحيان الجانب السياسي مثلا متابعة بعض رؤساء الجماعات المحلية فيظهر عندما يقوم المجلس الأعلى الحسابات بإعداد تقرير والتحدث عن اختلالات في مجال تسير ويحيلها على وزير العدد ووزير العدد يجد نفسه محرجا هل يتعلق الأمر بانتقاء في متابعة بعض رؤساء الجماعات التي تنتمي لأحزاب المعارضة ويعتبر ذلك استغلال سياسي لتقارير المجلس على الحسابات فبتالي نلاحظ أن هناك صعوبات ولكن هذا لا ينفي بكون أن الآن هناك تحول نوعي حقيقي في كون أن الأمر لم يعود كما كان في السابق خاصة وأن على الأقل أصبحنا نعلم بالأسماء التي هي متورطة في هذه الاختلالات على الأقل طيب تقييم السياسة العمومية كذلك له نصيب في هذا التقرير هناك حديث عن التقاعد ما أبرز الملاحظات التي جاءت فيه نحن نعلم أن الحكومة بصدد وضع مشروع قانون لإصلاح منظومة التقاعد وهذا الأمر ليس جديدا لأنه ليس معطى منصفة بالحكومة الحالية هناك الإشارة 2003 وهناك الإشارة كذلك 2007 هي محطة أساسية وبالرغم النقاش الدائر حاليا حول هذا الموضوع المجلس على الحسابات لاحظ حتى تلك المشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة هي غير كافية لإخراج وإعادة التوازن للاختلالات التي تعرفها تعرفها صناديق التقاعد بمعنى حتى الإجراءات القاسية الآن التي تتحدث عنها الحكومة وترفضها النقابات يعتبرها المجلس على الحسابات غير كافية لأنها أولا أنها على مستوى الزمني لن تكفي إلا لغاية في بعض الإجراءات 2017 وبعض الإجراءات أنها ستنضي إلى 2020 فبالتالي الاقتراحات المقدمة من قبل المجلس الأعلى للحسابات هي اقتراحات تأخذ بعين الاعتبار المدى البعيد لأن هناك اختلال على المستوى الديمغرافي للمغرب في إطار الكتلة التي هي منضوية بحيث أن الآن إلى 15 سنة الأخيرة هناك فقط تطور 15% من المنخرطين في حين بالمقابل هناك 90% من المتقاعدين لزادة 15 سنة إذن فالاختلالات الحاصلة الآن معالجتها ستكون فقط في أفق 2020 وهذا الأمر سيصعب بشكل كبير على الحكومة إمكانية إخراج تصور شمولي لإصلاح تقاعد طيب منظومة الوظيفة العمومية في ذلك كان لها ناسب منظومة الوظيفة العمومية فيها الشكل المتعلق بالتشخيص لا ربما هذه أول ملاحظة بحيث أن في التقرير هناك تشخيص لحالة الوظيفة العمومية منظومة الوظيفة العمومية في المغرب لا على المستوى العدد لأننا تحدث عن 585 ألف موظف ولا على مستوى التوزيع هذا التوزيع لاحظ المجلس الأعلى للحسابات أنه لا يأخذ أي مؤشر موضوعي لا مؤشر اقتصادي ولا مؤشر ديمغرافي بحيث أن 90% من الكتلة الموظفين يشغلون في خمسة ديال القطاعات ثم أن التوزيع ما بين الجهات هو التوزيع غير عادل فكذلك أن رغم ارتفاع هذا العدد ديال الموظفين فهو للأسف الشديد أنه لم ينعكس على أداء الوظيفة العمومية في القطاع العام بالتحديد بحيث أنه وخاصة في العالم القراوي وبالتالي هذا في تنقض كبير مع أوراش الإصلاح الإداري وعلى حتى مع مضامين الدستور خاصة في جيب الحكامة كثيرة ثانية ما هي ما أخذك كمحلل سياسي موضوعي على عمل المجلس عمل المجلس للأسف الشديد ربما فيه نقطة متعلقة بطبيعة القضاة في المجلس الأعلى للحسابات لأنهم عندما يتعاملون مع المؤسسات العمومية ومع الجماعات السورابية ومع باقي القطاع العام يتعاملون مع موظفين عموميين وبالتالي تلك النظرة السلبية ما بين الطرفين ليست هناك علاقة ود حقيقية ما بين قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس لجاوي الحسابات وما بين موظفي الإدارات العمومية فبالتالي نود أن يتمكن المجلس من إعادة بناء صورة إيجابية لدى هذه الشريحة هذه السلامة مشفرة دكتور عمراني بخوزة شكرا جزيلا لكم على كل